مشاهدي ومتابعي قناة الناد الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 Day Sport كل سنة وحضراتكم طيبين عام جديد 2023 خلاص على الأبواب هوت يعني وكل سنة وكل الإخوة المسيحيين في مصر وفي كل حتة في العالم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرب عيد سعيد على حضراتكم ونكون سنة سعيدة علينا جميعاً إن شاء الله ويلا بينا نبدأ على طول 7 Day Sport بالعنوين الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيرامنز في الدوري قادرون باختلاف الأهلي دائماً في الموعد بطولات جديدة للأهلي في ألعاب الصلاة منتخب مصر للشباب وحلم التأهل لكأس العالم فانتازيا و7 Day Sport وأخيراً حوار خاص مع الأسطورة طارق الغنام وأكيد هيكون معنا حاجات تانية كتير ولكن بعد الفاصل ورجعنا نحرككم بعد الفاصل عشان نتواصل ونكمل أخبارنا في 7 Day Sport وهنبدأ من عند النادي الأهلي مباراة سيراميكا خلاص انتهت وإحنا بنستعد دلوقتي لمباراة بيرامنز خلاص اللي فات فيه ملاحظات من حضراتكم وفيه ملاحظات واضحة جداً مجلس الإدارة إن شاء الله هياخد باله أو خلاص قريدي بدأ بخطوات الجهاز الفني مارسل كونر نفسه النهاردة عقد جلسة فيديو في الملعب وكمان كان فيه محاضرة في الملعب لللعبين وهنستعد المباراة 2 يناير مباراة بيرامنز اللي إن شاء الله هيكون أول مباراة في السنة وإن شاء الله يحليفنا الحظ فيها ويكون عام جديد وبداية جديدة للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين معنا هو تلوقتي الملعب ملعب التيتش مدأت النهاردة التدريبات في ملعب التيتش فيه ملاحظات من كولر نفسه فيه ملاحظات من مجلس الإدارة نفسهم الناس بتستعد وإحنا جاهزين إن شاء الله لمباراة 2 يناير مارسل كورر المدير الفني عقد جلسة فيديو النهاردة لللعبين وده بالتأكيد وقت الدعم والمساندة من جمهور الأهلي لناديهم وبالتأكيد كل الملاحظات والانتقادات موضع اهتمام مدراسة من الجهاز الفني وكمان من مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط كمان طبعا إحنا دلوقتي دورنا كأهلوية ودور كل واحد هم الفرقة دي إنه يدعم كل الناس تشجع الفرقة كل الناس تشجع اللعيبة كل الناس تدعم ده وقت الدعم بكل أشكاله بقى خلاص إحنا لسه أول دوري وإن شاء الله سنفضل أول دوري وإن شاء الله النادي الأهلي يفوز بالدوري وإن شاء الله التدعمات اللي هتيجي معانا كل ده يضيف للفرقة إن شاء الله نروح بعد كده للخبرference طبعا كابتا سائد عب حفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي وكلامه عن أكرم توفيق أكرم توفيق أحد رجال النادي الأهلي أحد اللعيبة المميزة في النادي الأهلي يعني حظه وحش شوية لكنه رجع من الرباط الصديب اللي فات زي الفل من أول مباراة أداءه كان أكثر من رائع الوقتي أكرم قال كفتن سيدة محافيز أنه هو ودكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطب للفريق هيتوجهه بكرة إن شاء الله للنمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي هو مسافره النهاردة والريدي خلاص والجراحة بكرة إن شاء الله يعني هم النهاردة الصبح سافروا إن شاء الله بكرة الجراحة في النمسا نتمنى أنها تكون جراحة نكحة إن شاء الله ونتمنى أنه ما يتأخرش علينا المرة دي الرباط الصليبي قطع جزئي يعني إن شاء الله يكون أسهل من المرة اللي فاتت وإن شاء الله التنصيق بين الجهاز الطبي والدكتور في النمسا يكون على أعلى مستوى نتمنى طبعا أن الفحصات الطبية التي ستتم وكل الإجراءات بتاعت الجراحة تكون على أعلى مستوى نروح بعد كده بقى لخبر رائع إن بارح كانت الاحتفالية السنوية الرائعة والراقية جدا تحت شعار قادرون باختلاف وشهدت طبعا كالعادة حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي من أول يوم بيهتم جدا بزوء الهمم ودعمهم في كل المجالات وكان في حوار إنساني رائع بين فخامة الرئيس وأبنائنا من زوء الهمم لكن أحد أبنائنا بقى من زوء الهمم طلب في كلمته مع فخامة الرئيس الانضمام للنادي الأهلي والحقيقة أن كابت المحمود الخطيف فورا أصدر تعليماته لإدارة النشاط الرياضي بتلبية رغبة الإبن العزيز ومتابعة الأمر وده بيأكد إن النادي الأهلي دائما في الموعد ودائما مع الدولة في تمكين أبنائنا من زوء الهمم رياضيا ودعمهم في نشاطاتهم الرياضية ونروح للألعاب الجماهية في النادي الأهلي أسبوع حافل ومميز من النادي الأهلي في الألعاب الصلاة وهنشوف مع بعض إنفوغراف عن البطولات اللي أحرزها فرق النادي الأهلي ونرجع نكمل كلامنا مع حضركم زي ما حضركم شفته كان أسبوع حافل جدا وهنشوف دلوقتي بقى نتائج الأسبوع الماضي في ألعاب الصلاة وكمان هنعرف هل لعب مين في الأسبوع القادم نتائج الأسبوع الماضي في ألعاب الصلاة كانت مميزة جدا وزي ما حضركم هتشوفوا معاه دلوقتي فوز ببطولات كتير والحمد لله رب العالمين دايما للتوفيق حالفنا هنبدأ من عند كرة اليد سيدات مباراة الظهور الأهلي فال 37-20 وأيضا مباراة أصحاب الجاد 45-14 ومباراة الشمس 34-26 والأهلي وهليوبلس 37-7 ونروح بعد كده لكرة السلة سيدات كان فيه لقاء طبعا النهائي أو السوبر عفوا مع سبورتينج وتمكن الأهلي من الفوز 83-75 كرة الطائرة رجال الأهلي يفوز على سموحة أو إسترن كامباني فاز على سموحة 3-1 وعلى إسترن كامباني 3-0 كرة طائرة سيدات الأهلي فاز على ودي دجلة 3-1 وعلى أصحاب الجياد 3-0 تنس الطاولة كان فيه البطولة العربية فريق السيدات في البطولة العربية فاز 3 ماتشاط أهلي سيادة اللبناني أهلي سيدة اللبناني ونادي الأعمال الحرة والنادي الرياضي الهاوي الجزائري كل ده تنس الطاولة فريق السيدات في بطولة تنس الطاولة البطولة العربية التنس الطاولة رجال فاز في البطولة العربية طبعا الأهلي ماتشين على خان يونس الفلسطيني والفحاحي الكويتي الفحاحي الكويتي 3-0 طبعا نتيجة المباراة المباراة القادمة معنا الأسبوع اللي جاي معنا آخر مباراة السنة إن شاء الله الأهلي وهليوبلس والأهلي والطيران فريق سيدات السلة هيكون يوم 30-12 ورجال السلة في نفس اليوم 30-12 أيضا هيلعبوا طلاقة الجيش وفريق سيدات الكرة كرة اليد 30-12 أيضا هيلعبوا الجزيرة وكرة اليد سيدات أيضا يوم 31-12 هيلعبوا هليوبلس وأيضا فريق الرجال كرة الطائرة هيلعبوا الزمالك وده ماتش مهم جدا يوم 31-12 وبعد كده دوري كرة اليد سيدات يوم 1-1 بقى بدايتنا في السنة الجديدة مع نادي الجزيرة ومنطقة القاهرة كرة اليد سيدات يوم 3-1 نادي هليوليلي هليوليدو وكرة السلة رجال يوم 5-1 الأهلي ومصر للتأمين هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم عشان نكمل أخبارنا في سيدن دي سبورت ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل باقي أخبارنا بعد الفاصل وهنروح لمنتخب الشباب بعيداً بقى على النادي الأهلي أصفرت أرعة منتخب الشباب أرعة كاس الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت الجمعة اللي فاتت في القاهرة هنا عن وقوع منتخب مصر في مجموعة هي الأصعب الحقيقة ضمت كل من السنغال وناجيريا وموزنبيق المجموعة الأصعب بلا شك وطبعاً القرعة كانت هنا في مصر والبطولة كمان هنا في مصر فنتمنى التوفيق لأولادنا تعالوا نشوف مع بعض باقي باقي المجميع معنا هي على الشاشة المجموعة الأولى ضمت طبعاً مصر وموزنبيق واسنغال وناجيريا المجموعة التانية أوجاندا وأفراقيا الوسطى وجنوب السودان والكونجو المجموعة التالتة جنبيا وتونس وبنين وزنبيا طبعاً القرعة صعبة جداً صعبة علينا جداً 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 لكن ما ننساش أن البطولة مقامة على أرض مصر وهيكون فيه أكيد دعم جماهيري للمنتخب اللي بيقوده فنياً الكابتن محمود جابر وبالتالي ما فيش أعذار لازم نكسب ولازم نصعد لكأس العالم وأتمنى أنها تكون بداية الاستقدام للمحترفين المصريين الشباب في أوروبا اللي عندهم جنسية مصرية لأننا عندنا محترفين كتير جداً وممكن يفيدوا المنتخب الوطني معنا النهاردة من عند الشقيقة العراق دولتنا طبعاً دولة العراق الشقيقة الغالية علينا كلنا هتستعد بشغف لتنظيم النسخة رقم 25 من كأس الخليج وطبعاً في مدينة البصرة العراقية المدينة العزيزة علينا هنشوف تأرير بسرعة كده عن بطولة كأس الخليج ونرجع لحضراتكم مرة تانية أيام قلائل على انطلاق العرس الخليجي الذي ستستضيفه محافظة البصرة في العراق الشقيق بلد العلم بلد الحضارة بلد التاريخ بلد الثقافة في السادس وحتى التاسع عشر من يناير المقبل ويعد هذا الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي سيساهم برفع الحضر عن الملاعب العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عانى العراق لأكثر من عشرين عاماً من الحضر لدواع أمنية منعت منتخباته الوطنية وأنديته من اللاعب على أرضه ومر رفع الحضر عن ملاعب العراق بتحولات بين الرفع الجزئي عام 2016 والعودة عن القرار عام 2019 وصولاً لإنجاز الرفع الكامل للحضر وقيوده من قبل الفيفا في شهر شباط فبراير من عام 2022 أكملت البصرة تحضيراتها فالتجهيزات انتقلت من الملاعب المستضيفة لمباريات خليج 25 والمرافق الرياضية إضافة إلى المطارات والطرف المؤدية إلى الملاعب والفنادق ودور السكن للراغبين بمساندة منتخباتهم والقادمين من مختلف دول الخليج المشاركة في البطولة وأيضاً الجمهور العراقي الذي لا يغيب عن المناسبة الكروية المهمة تزينت شوارع البصرة وميادينها بأعلام دول الخليج العربي وعبارات الترحيب بالمنتخبات المشاركة اهتماماً كبيراً بالبطولة والرغبة في إنجاحها وإظهار قدرة العراق على التنظيم المميز لها تضم مدينة البصرة ملعب يتزع لستين ألف متنفرج بتصميم المعمارين الرائع أثمرت جهود العراق وتحركات عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم الحالي وزير الشباب والرياض السابق جهودها بزياراته وتحركاته من أجل رفع الحضر عن الملاعب العراقية والتي أبدى خلال زيارته إلى مقر القلعة الحمراء بسعادته البالغة لتواجده في أهم المؤسسات الرياضية والتي أشاد فيها بالعلاقة التي تربطه بالكابتن محمود الخطيب واصفاً إياه بالأسطورة الكروية والإدارية التي يجب أن يحتدى بها والذي وصف أيضاً نجاحات الأهلي بأنها فخراً لجماهر الكرة في العالم العربي كل الأمنيات والتوفيق للعراق العظيم بنجاح البطولة التي يحتضنها لتكون فاتحة خير لعودة الروح في الملاعب الرياضية إلى سابق عهدها كل التوفيق لإخواتنا في العراق وإن شاء الله تكون مطولة على أعلى مستوى الخليج من المتواطق القوية جداً 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 وهنستمتع بيها من خلال شققتنا العراق فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل ونشوف مع بعض الأخبار العالمية اللي فيها خبر محزن جداً لأشاق الصحيرة المستديرة النهاردة استقبلنا خبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضير ناري سانتوس لإحياء جنازة النجمة البرازيلي الكبير بليه رغم أنه لا يزال على قيد الحياة بليه الأسطورة البرازيلية يعاني من مشاكل صحية كبيرة البرازيلي بخيمة كبيرة استعداداً لمراسم العزاء التي سيتم الإعلان عنها فور وفاة بليه من جانبه تمنى النجمة البرازيلي روماريو الصحة لبيليه قائلاً العالم يصلي من أجلك ودخل بليه صاحب 82 عام إلى المستشفى في سان فاولو في نهاية الشهر الماضي وهو يعاني من سرطان في القولون ايدينيو ابن بليه كتب على تويتر أبي قوتي لك وكالة الأنباء في دولة بيرو كتبت عالم كرة القدم يدعو للملك راديو فنزويلا كتب بليه يكمل شهراً في المستشفى يعني كل أمنياتنا لبيليه إنه هو على الأقل يكون يعني مستحمل اللي هو في دلوقتي المرض صعب جداً وهو بقاله أكتر من شهر دلوقتي في المستشفى عالم كرة القدم كله هيحزن بوفاة هذه الأسطورة بليه هو واحد أو هو الوحيد في العالم اللي خدت تلاتة كاس عالم مع منتخب البرازيل بليه هو الجوهراء السوداء وهو الوحيد في العالم اللي عايش من جيل العظماء في الكرة القدم الحقيقية يعني الجيل الأديم لكرة القدم نتمنى كل التوفيق لبليه تعالوا نروح بعد الوقتي للفقرة الجديدة بتاعتنا اللي بدأناها المرة اللي فاتت وتعالوا هلا بينا نروح لشاشتنا عشان نبدأ مع بعض الفانتازي فقرة الفانتازي الحقيقة لقيت رد فعل قوي جداً الأسبوع اللي فات اشترك معانا عدد كبير جداً والدوري كان سخن جداً 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 الحقيقة اننا ما تخيلتش ان في ناس هتتجمع نقط كتير كده وما تخيلتش ان الدوري سيبقى سخن كده من أول اسبوع لكن الاسبوع اللي فات اشترك معانا عدد كبير فاز محمد حمدي ومحمد جاب 117 نقطة في الجولة اللي فاتت دي وده رقم مش قليل الحقيقة يعني برابو عليك طبعاً وهنعرف لحضراتكم التشكيل بتاعه اللي جمع من خلاله 117 ده طبعاً الجدول اللي معانا ده ده جدول ترتيب سيفن دي سبورت دلوقتي يعني ومحمد حمدي هو الأول زي ما حتركوا شايفين هو ومجموعة هو الأول في 117 نقطة المجموعة بتاع الأسبوع ده وفي مجموعة النقاط التراكومي أيضاً هو الأول زي ما حضراتكم شايفين معانا هم واضح أنه بيلعب من بدري قوي يعني وواضح أنه حريف كمان يعني باين جداً من السكور بتاعه هو حريف من أول مبدأ الفانتازي أنا التشكيل بتاعي جاب 88 نقطة بس والمفروض أنه أنا غير طبعاً 88 نقطة ده مش قليل بس بالنسبة لمحمد حمدي ده تشكيل محمد حمدي هم عانا زي ما حضراتكم شايفين 117 نقطة هو عامل كمان البنش بوتس ده اللي هو بيتحسبله اللعيب الاحتياطي اللي هو الأربع لعيب الاحتياطي وهو ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين اللعب الجوم بتاعه سانشيز جايب نقطة أكتر من اللي هو الجوم اللي حطه أساسي وعامده اللعيب اللي بره جايبين نقطة كتير يعني فاهم هو ما شاء الله واضح أنه هو حريف جداً تشكيل قوي جداً منه الحقيقة هو جاذب لعب جنسو هو مصاب لكنه لعب لعب تشيلسي آسف زي ما حضراتكم شايفين تشكيل قوي الحقيقة يعني راشفورد جايب له سكور عالي هو كام كابتن هالند هالند جاب 26 نقطة حاطت كين برضو جايب 7 نقطة عامل تشكيل الميرينو مثلاً من نيو كاسل جايب له 8 نقطة تعالوا نشوف كمان التشكيل بتاعي اللي احنا مفروض نغير فيه واحد بس ده التشكيل بتاعي انا مش عارف لسه اغير مين لكن غالباً هحط راشفورد لانه هو جايب سكور كويس او ممكن احط برضو حد من منشستر سيتي بس جريلش جاب لي سكور حلو جايب 9 نقطة هالند نام كابتن جايب 26 نقطة صلاح ما خزنيش جايب 12 نقطة احرز هدف وصنع التشكيل حلو بصراحة برضو مش عارف اغير مين بس يعني الاسبوع اللي جايب هنشوف مع بعض قبل ما نبدأ انا غيرت مين يعني يعني انا استمتعت معاكم لعبة الفانتزي الحقيقة وما كنتش فتخال ان العدد ده هيجي بالشكل الكبير دوت من اول مرة نعمل فيها الفانتزي يعني بس احنا مكملين زي ما اتفقت مع حضراتكم من الحلقة اللي فاتت ان الفانتزي هتبقى معنا في كل حلقة من حلقات سيبن دي سبورت دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة اخرى الكبتن الكبير ونجم النادي الاهلي كبتن طارق الغنام نجم الجيل الزهبي في تاريخ كرة السلة الاهلوية والمدير الاداري الحالي اللي سلت النادي الاهلي في الوقت الحالي طبعا ونتكلم معا موضوعات كتير جدا لكن الاول نرحب بيك كبتن طارق الغنام مرحبا بيك أولا احنا بنتشرف بوجودك معنا النهاردة كابتن بنتشرف اولا ببارك لك ربنا يخليك كابتن لك على البرنامج وان شاء الله دايما توفيد اذن الله رب العالمين ربنا يخليك يا كابتن هبدأ معاك من ماتش الاتحاد اللي فات كان فيه حالة انسانية وقوع المدرج ده انتوا كنتوا في الملعب شفنا تعاطف اللاعبين وجمهور الاهلي وشفنا ان الحادثة نفسها كانت صعبة للي بيتفرق في التلفزيون انتوا شفتوها ازاي في الملعب يا كابتن طيب اول حاجة انا بس الاول بنتزل فرصة وبقول عليها رب اقوم اسلام بالسلامة ونبعي له كل نوع وطبعا يعلم الله من ساعة الواحد يمكن لسه حاس انه مصدوم تعارف برضو المنظر في الملعب زي ما انت بتقول بيختلف لان طبعا انت وانت في الملعب بيبقى انت شاف الانتفاعات وعارف الوضع اكتر من اللي بيتخرج على التلفزيون لان طبعا الانتفاعات أنا عالي ونحمد لله انها جاءت على قد كده ان فعلا فعلا كان ممكن الوضع يبقى في هاريسي اكبر من كده كتير نتمنى له السلامة يا رب ويقوم ونبعيله من قلبنا والله يعلم الله ما ده كل صلاة وكل الناس انت دي حاجة طبعا نتمنى انه ما تكونش موجود عندنا في ملعب ربنا يقوموا بالسلامة يا رب ان شاء الله طيب الموقف الانساني اللي شفناه من اول مجلس قدرت النادي الاهلي بلعبت النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي والتلاحم اللي حصل وكله راح على المستشفى جاري عشان نشوف مصابين جمهور الاتحاد الموقف ده لعبت النادي الاهلي اللي خدوه ولا قدرت النادي الاهلي الموقف بدأ ازاي اصلا في الملعب يعني انتم خلاص شفتم المنظر المنظر مرعب من التلفزيون يا كابتن انتم بقى في الملعب وانتم شايفين المنظر ده خضت اللعيبة ومروحة اللعيبة بالجهاز الفني في المصاهب والشباب بتبان مع دي الناس وده اللي احنا شفناه وما كنتش هتبان في الانسانيات في الوقت ده هتبان امتى طبعا هي لحظة يمكن عبالما الواحد بص كان يمكن ما اخدش الموضوع اكتر من في الوقت ما اخدش اكتر من كزا ثانية معدودة يمكن اللعيبة كلها بالكامل طلعت تجري الجماهير بمبصر ملناش جماهير كله طلع يجري يعني بشكر فعلا جماهير الاهلي وبشكر يعني لعبت الاهلي ومجلس دارة الاهلي يمكن جري والله ربنا اللي يعلم يعني يمكن فيه ناس مش عايز اتكلم عليه ويمكن كلما بصولهم اللهم وقفين وورونا اصلا مش موجودين يعني في الصورة مش عايزين نتكلم هم مين بس اللي انا شفته ان كل اللي كان موجود من جماهير النادي يمكن انه عمليش هورونا ونلغي المطش وجري ويطلبوا اسعاف وهرج ومرج كله ناحية جماهير نادي الاتحاد بسبب يعني مش عايز اخص في تفاصيل عشان يمكن ما نجرحش لحده وما نقولش كلام نحاسب عليه لكن انا بشكر الجماهير سواء الاهلي او الاتحاد او معظم مجلس الادارة اهلي او الاتحاد يمكن كل الناس اللي كانت فعلا جوه بيحصل غير انها تنقذ الناس وتشوف المنظر مش طبيعي يمكن لانا بحكي لك على 50 60 70 راجل بحاول ويرفع يطمن انه مفيش حد تحت الاعلان او تحت المدرج الواقع لو قلت لك مفيش حر حر ما بيتحرق الحمد لله رب العالمين نحاجة تجدى فعلا ربنا يعني عايز اقول السطر يعني يعني تكمل ان شاء الله واسلام يقول لنا بالسلامة وان شاء الله يبقى لنا كلام تاني بإذن رب العالمين ده سطر من عند ربنا كابتن المنظر برع في التلفزيون ما بالك انتوا في الملعب شايفينه ازاي ده تكسيد حقيقي فعلا يعني للروح الرياضية وتكسيد لقيمة الرياضة في مصر اول الناس كانوا كابتن محمد مصلح انتوا طبعا والله الناس كلها نسيت كل حدا في لحظة ما حدش فكر غير في المصيبة واللي بيتشاف وان شاء الله نطلع من غير اي مشاكل هو ده كل اللي جيف تفكير الناس في لحظة يعني ما حدش حتى يعني كان كل الكلام حتى بيننا وبين بعض ونعمل واللي يلحق ونروح محدد يمكن قلتوا قابل الاستاذ محمد مصلحي في المستشفى تقريبا بمجلس قدارة النادي الاهلي بالضبط بالضبط يعني فعنا الواحد كل ما يفتكر بيحزن يعني بيحزن الموقف دايما السورية يفضل قدام يعني الواحد المدرج وهو بيتقلب وبيقع طبعا يعني ربنا يكون فعالناس ويا رب يقوم كلهم بالسلام طبعا مش عايز اتكلم على يحسبوا اللي ضلعوا مكسول والرجلوا مكسورة والحاجات دي ده كده سليم كده طلع يعني ما عندوش مشاكل يعني 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 من كتر الفجأ وكتر الحادثة يعني نعودين السورة على الهواء هو كابتن شايفين بنفسنا الموضوع كان طبعا من الملعب طبعا المدرج الحدد عالي يعني حامل الكاميرات اللي هو ده بالزبط بالزبط الحمد لله طيب هنسبنا من الحادثة دي الحمد لله ربنا عده على خير ونروح بقى للنادي الاهلي في الموسم اللي فات احنا شفنا موسم كان بقى كتير ما شفناش فرقة البسكت بالشكل ده خدنا دور السوبر كان بقى فاترة كبيرة ما خدنا هوش الحمد لله عملنا كل البطولات بشكل جايق جدا وخدنا معظمها ربنا كرم جدا 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 الموسم اللي فات وشفنا إدارة كرة السلة على أعلى مستوى في الموسم ده كابتن الحقيقة هاني عايز أعرف تعليقك وعايز أعرف كمان موسم في وجود أجوستي يعني اللعيبة دي موجودة من قبل كده الإدارة كانت مساهمة بجوز كبير المديرين الفنيين بشكر اللعيبة طبعا رجالة وعملوا موسم يمكن أن أحد أحلام حياة الواحد أن يبقى في موسم يقدر يحققه بالمنظر ده يمكن الحمد لله ربنا ما أردش أن الواحد يحققه هو لعيب لكن الحمد لله قدر يتحقق وهو في الجهاز ودي حاجة تحسب للعبين طبعا كدش أجوستي يمكن العاد نتكلم عليه كتير استثنائية معه وحاجات ما كانش بفكر فيها خلص هو دايما مركز والتفاصيل سواء جوة الملعب أو برا الملعب يمكن ما بيفتوش حاجة دايما يحسب له أنه طبعا يلعب الناشئين و90 الناشئين نحن الناشئين عندنا 17 سنة بتلعب جوة الملعب وبتلعب أساسي ودي حاجة طبعا تحسب وهو طبعا من يعني هما تعبوا جابوا المجلس الإضارة دايما صراحة هب يأخر لوش أي حاجة يطلب هوا هي موجودة والحمد لله رب العالمين تم عارق الجهاز وقاييس مع لعيب رجال وقدروا يعمل مسلمين إن شاء الله أتمنى أتكرر بإذن الله رب العالمين إن شاء الله نستمر في كرة الصلة من الحاجات المفرحة جدا لجمهور الندي الأهلي طيب أنت علاقتك بالمحترفين مميزة جدا بتتعامل معهم بشكل نفسي عالي جدا المحترف اللي فات عندنا حتى وقت الكورونا كان ليه موقف كده عايزك تذكرهولي برضو على الهوى وإنت شجعته إزاي إنه موجود في مصر في الوقت ده شجعته إزاي إنه مكمل في النادي الأهلي بالطريقة اللي هو عرضها هو من نفسه على النادي يعني لا صراحة يعني يمكن مش أقل أنا هتكلم على الأسماء البسيطة كده موضوع أليكس إنه هو أليكس وان كان موجود معنا ساعة الكورونا وطبعا تعرف الأحداث اللي حصلت وموضوع المرتبات اللي كان فيها مشاكل وهو من نفسه جل ومرضيش ياخد مرتب الفترة اللي كان فيها توقف بكل حيادة يعني بصراحة الرجل يعني من الحاجات اللي الواحد شافها تحسب له وانت عارف برضو هو سمى بنته كايرو ارتبطه بمصر ونادي الأهلي صراحة انت علقته بمصر كمال لدرجة بنته بأسمائها كايرو صراحة هو فعلا كان شخصية كويسة جدا وكان لعيب مميز جدا ومن لعيبة القليلة اللي جاءت مش عايز القليلة يعني من أحسن المحترفين اللي جنب للنادي الأهلي يعني في كورت السلة فهو طبعا يمكن مش هو بس يمكن عندنا كمان يمكن تومسون سنة اللي فاتت يمكن هو بعد البطولة وكان بيحضن وبيقول لي يعني أنا عايز أعود معاك ونجس أخر واندي سنة كمان ومش عايز أمشي حتى مجبنا محترف أمين روزق مثلا فعلا احنا بنعمله أمير روزق مصري نحن بنعمله كتونسي فدايما أي محترف بيخش فعلا بيرتبط بالندي الأهلي جدا بيرتبط بالفرقة جدا المعاملة خلاص بقى الموضوع يعني يمكن ايه كل طبعا طبعا ما أنت مريح وطول ما هو طلبات وطول ما هو بيعمل عليه فارتبط بالندي الأهلي وجماهير هو ممكن تخلي أي حد في أي حتة ثانية يعني طبعا بسبب أنه عارف مجرد ما بيقدي بشكل المطلوب أو بيحسس الفرق أنه قلبه على الفرق وقلبه على النادي وعلى مجرد الجمهور بيرفع والسامع والسامع وديم مميزات صراحة المحترفين والحمد لله رب العامين نتمنى أن هذا الوضع يفضل قائم بنفس الوضع إن شاء الله يا أبو الكبات وإنت علاقتك مميزة باللعيبة كلها أنت توليفة حلوة من علاقتك بهم وبعض بالأجانب والمصريين يعني طيب عايز منك كلمة بنسبة السنة الجديدة الجمهور النادي لأهل كلصان حضر طيب 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 وعايزك تقول لي كلمة بنسبة السنة الجديدة للجمهور طيب طيب بطلب منهم دايما وقفين ورانا وقفين مع اللعيبة وقفين مع مجلس الزهرة هو ده اللي فعلا هتكلينا نقدر أي حاجة ثانية سهلة أهم حاجة أسعد الجماهير أنا بشكرهم وبقول لهم نوعيتكم أن نعمل علينا وسمحونا لو في أي تقصير يعني وإحنا بإذن الله رب العامين نوعيتكم أن أقصى مجهود وأقصى شيء شكرا كابتن طارق وكانت مدخلة مميزة جدا من حضرتك أشكرك عليها جدا 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 وإنت من الناس لقليلة الظهور الحقيقة لكن أنا أتشرف بحضرتك في سيبن دي سبورت شكرا كابتن طارق هنروح مع بعض للقطة الأسبوع وهي لقطة أخذناها من واحد من الجيل العظيم للنادي الأهلي والمنتخب مصر الحقيقة وكان المطلوب الشخص والجمعة المنطقة وكابتن وجمعة من الجيل حصد الثلاثية وكل البطولات وكلام ده كله. إنما هم كانوا منهم مظهر لزيز جداً. كابتن وجمعة شاف درقبة. درقبة بقى أقرع. وكابتن وجمعة اللي دايماً كان بيحلق شعر وقرع وبقى بشعر. فموضوع علب بكوميديا كده. أنا وأنا أتفرج عن الله طاديد حكت قوي. الاتنين اتعكسوا. درقبة كان دايماً شعر طويل قوي كده. ودايماً كان ليس طايل في الملعب. من المitti؟ كابتن وجمعة كان دايماً حلق اراصل! يعني سبحان الله! ومجرر مبطره نقابتن وجمعة من المدافعين الأخيرة الأثر أنdr性. soft figuringmash, كابتن وجمعة، كان من دوسلا وهناه كان إعتقار الع twitch ولكني من أخير بكد. النقابت بقي. من المدافعين الكاررجمة والمحترمة جداً isp shut! لكني كانوا منغرب في見てم إلى المبطر فائش الأخر. إنما زي ما أنتوا شايفين كده الحالة بينهم كانت استثنائية جدا والهزار على موضوع الشعر ده كان جميل قوي حاجة كده يعني ما تحصلش غير لما يبقوا اتنين احترموا بعض في المنافسة واحترموا بعض بر الملعب أيضا هما الاتنين كابتن واي الجمعة بالنسبة لجمهور الأهلي هو قيمة كبيرة جدا من أعظم المدافعين اللي جات في تاريخ النادي الأهلي زي ما أنتوا شايفين كده الفيديو كان لذيذ قوي نقطة أسبوع لذيذة جدا حتى كابتن واي الجمعة نفسه شرح على السوشيال ميديا الفيديو ده هو نفسه ديحك الموضوع كان مضحك جدا جدا كالعادة كابتن واي الجمعة بيساعدنا سواء جوى الملعب أو خارج الملعب وكده كون خلصت حلقتنا ودي كتآخر حلقة السنة دي في سنة 2022 يعني نتمنى أن نشوفكم على خير السنة الجاي إن شاء الله فيقول حلقتنا في سبين دي سبورت في 2023 ونتمنى أن نكون كنا خفاف عليكم السنة دي ونكون ضفنا ولو جزء بسيط لجمهور ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي من خلال سنة دي سبورت أتمنى إن شاء الله أشوفكم على خير في بداية السنة الجاية وكل سنة وحضركم طيبين وفي الختام خير سلام